الفجر وليال عشر شرع المصنف رحمه الله في تفسير سورة الفجر بذكره نزول السورة مكي أو مدني فقال وهي مكية وهذا قول جمهور العلماء من أهل التفسير وذهبا طائفة من أهل العلم إلى أنها مدنية والأقرب والله أعلم من نسق الآيات ومضمونها وطريقتها أنها مكية لما ذكرت من الأسباب وهو قول الجمهور وقد ذكر ابتداء ما ورد في السورة من حديث النساء في قصة معاذ رضي الله عنه والذي في الصحيحين ليس فيه ذكر الفجر لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر سبح والضحى ونحوها والفجر مما يقرب في عد الآيات وطول السورة من سبح والشمس والشمس وضحاها والليل إذا يغشى فهي قريبة منها فتندرج في معنى ونحوها بعد ذلك شرع في تفسير الفجر الفجر أطال في بعض آياتها بالنقولات لكثرة الخلاف في تفسير بعض آياتها